بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة أصدرت منظمة العمل الدولية تقريراً يكشف أن البطالة بين النساء هي الأمم أنحاء العالم خاصة في المنطقة العربية التي ما زالت تعد نسبة البطالة بينهن ضعف مثيلاتها بين الرجال على الرغم من التقدم الملموس الذي نجحت المرأة العربية في تحقيقها على مدى السنوات العشرين الماضية فيما يتعلق بحقوقها وإرساء المساواة إلا أن معدلات البطالة بين النساء في الشرق الأوسط ما تزال تعد ضعف مثيلتها بين الرجال حيث بلغت النسبة 16% مقارنة بالمتوسط العالمي لنسبة العطلات عن العمل والتي تبلو 6% وذلك حسب ما أوضحت الأمم المتحدة قبل نحو عامين كشف تقرير للبنك الدولي أن 13 بلداً من أصل 15 آخرين بلغت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل فيها أدنى معدل لها خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث حققت اليمن أقل النسبة لتليها سوريا والأردن وإيران والسعودية وبفارق عام ونصف لم يتغير الوضع فقد ألقت الحرب في سوريا ظلالها على القضية حيث كانت أعلى نسبة بطالة للنساء في الشرق الأوسط من نصيب سوريا لتليها باكستان ثم السعودية وأخيراً اليمن وإيران انخفاض الأجور وافتقار بعضهن إلى المهارات المطلوبة وقف حائلاً أمام العديد من النساء وأمام خروجهن لسوق العمل معززاً ذلك اعتقاد ما زال يسيطر على عقول الكثيرين بأن المنزل هو المكان الأنسب للمرأة منظمة العمل الدولية أوضحت أن المرأة في الشرق الأوسط تفتقر إلى الحافز العمل مشيرة لما تتعرض له النساء من ظروف سيئة للأمومة بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة رعاية الأطفال افتقار البلاد العربية أيضاً إلى وجود حصة قانونية تضمن للنساء النسبة التي يجب أن يشغلنها في القطاع الخاص ومجالس الشركات ساهم في ارتفاع نسبة البطالة بين نساء العالم العربي وسط غياب لقوانين تكافح التمييز بين الجنسين كما أن الأرقام المستكملة لمنظمة العمل الدولية تظهر أوجه عدم مساواة مستمرة بين النساء والرجال فيما يتعلق بالقدر على الوصول إلى سوق العمل وظروفه والأجور ويبقى اليوم العالمي للمرأة فرصة متاحة للتأمل في التقدم المحرز ودعوى لتكسيف الجهود الشجاعة التي تبذلها النساء وما يطلعن به من أدوار النسسنائية في صنع تاريخ مجتمعاتهن ترجمة نانسي قنقر